أهلا بكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت في تقديم نموذج جديد للمرأة نوع ثالث لا هي تقبل النموذج الموروث ولذلك المستورد من الغرب المبنية على أساس المخادعة أثبتت المرأة في إيران أن بإمكانها أن تمارس دورها في مركز الأحداث وأصلها بالتوازي مع الحفاظ على أسرتها ومكانتها تستطيع تحقيق الإنجازات الكبرى وفتح خنادق جديدة في المجالات السياسية والاجتماعية وغيرها على قدر ما يسمح به الإسلام إنه المنظور الإيراني لمكانة المرأة التي يراد لها أن تكون إنسانية وسامية في إيران كانت النساء من أبرز المشاركات في إطاحة الشاه عام 79 عندما بدأت الثورة الإيرانية اخترنا ارتداء الشدور رمزا للاحتجاج في المسيرات بسبب منع رضبه لو ارتداءه بعد الثورة أصبحت المرأة الإيرانية تتمتع بكثير من الحقوق والإمكانيات فباتت تشكل 56% من طلاب الجامعات الحكومية وفق إحصاءات عام 2021 وتمثل النساء 32% من أعضاء الهيئة العلمية في جامعات العلوم الطبية في البلاد كما أن محوى الأمية لدى النساء والفتيات بنسبة 99% المرأة الإيرانية رائدة في مجال الأعمال وفي ذلك أمثلة كثيرة إذ انخفض معدل بطالة النساء إلى نحو 13% وتتسلم أيضا مناصب مختلفة في المراكز الصحية بشكل كبير فهي ذات حضور فعال في جميع مؤسسات الدولة فتبلغ نسبة الطبيبات المتخصصات 20% ونسبة ما فوق التخصص 30% تساهم المرأة الإيرانية في الحياة السياسية بدور حيوي وفعال فهي تشغل مناصب عالية وحساسة في الدولة وفي مجال السلطة واتخاذ القرار وتعمل 1121 امرأة قاضية في البلاد كما يرتفع نمو معدل مشاركة النساء في مجلس الشورى حتى خمسة ونصف في المئة وإذا تطرقنا إلى البيئة وأزماتها تمثل النساء 20% من ممثلي منظمة البيئة كما شغلت النساء منصب رئاسة منظمة البيئة في أربع دورات ترجمة نانسي قنقر